يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسوف يراني في الحقيقة هل يعني هذا؟ لأن الشيطان لا يتمثل بي هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان لا يتمثل بي لكن هذا في الذي يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه شخصياً بأن أدركه ورآه أو يعرفه من خلال صفاته صلى الله عليه وسلم الثابتة يعرفه بصفاته الثابتة فهذا ممكن أما الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يأتيه الشيطان ويقول أنا الرسول لكن إذا صار يعرف صفات الرسول فإنه لا الشيطان لا يتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهل يؤخذ من قوله فسوف يراني في الحقيقة أنه سيراه في الجنة وأن هذا الشخص من أهل الجنة الله أعلم لكن الذي أعرف أنه يقول فقد رآني وكما قلنا هذا خاص بالذي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أنه لو جاءه غير الرسول استنكره ولا يمكن أن أحد شابه الرسول صلى الله عليه وسلم في صفاته